أهلاً أحبائنا ومشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة رح نتكلم عن رسائل سماوية أو تحركات سماوية في البداية أود أن أقدم أحر التهاني عيد ميلاد مجيد لأحبائنا اللي بيحتفلوا عيد الميلاد بحسب التقويم الشرقي أحب أقدم لكل أحبائنا إخوتنا الأقباط والأرتودوكس سواء في الأراضي المقدسة في الدول العربية وطبعاً في مصر أكبر شريحة من المسحيين ربنا يبارككم كل عام وأنتم بخير صلاة أن تكون هذه السنة سنة مباركة سنة مثمرة سنة خير وسنة شفاء تعويض واسترداد من كل النواحي ما زلنا في أجواء الميلاد أجواء الميلاد جميلة جداً وأنا شخصياً بحبها لأنه فيها إطالة يعني كل شهر ديسمبر منحتفل إلى نص يناير ومنتذكر ميلاد ربنا يسوع المسيح ونتكلم برسائل متعددة سواء في اللايف شو أو في السوشال ميديا كل الغرض أنه نوضح هوية يسوع المسيح ميلاد المسيح ميلاد متميز ميلاد فريد وخليني أكرر أن مجيء المسيح إلى عالمنا كان بقدرة معجزية مثل ما ذكرت في الحلقة اللي مضت أنه تجسد الكلمة والكلمة صار جسداً قيامة يسوع المسيح أقام نفسه من الأموات هزم الموت صرع أهوال الجحيم وهزم الشيطان لأنه رئيس الحياة ثم أحباء الصعود المسيح أمام شهود كثيرين من جبل الزيتون إلى السماء وطبعاً مجيء الثاني سوف يكون من أعظم الحدث في تاريخ البشرية ولكن الشيء المميز في كل هذه الأحداث التداخلات الملائكية فمثلاً منشوف ملائكة عند ولادة يسوع المسيح وبتظهر مثل زكريا مريم يوسف الرعاة وبيوحوا للمجوس إلى آخرية بتشوف ملائكة في قيامة يسوع المسيح عندما ذهبت المريمات إلى القبر والملائكة خبروا النساء اللي كانوا عند القبر ليس هوها هنا لكنه قام والملائكة اللي شجعوا التلاميذ على جبل الزيتون كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء بنفس الطريقة رح يرجع إلى كوكبنا إلى أرضنا مرة تانية من السماء والحدث الأخير اللي بتشوف في سفر الرؤية عمل الملائكة كل أنواع الملائكة سواء في العرش حول العرش سواء في الحصاد سواء في الضربات وإلى آخر في مجيء المسيح ثانية بتشوف تحركات ملائكية كثيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر